اشتركوا في القناة انعكاسا لمدى الالتزام بكل الأسس والمعايير المتبعة عالميا في مجالات التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع بما يكفل حقوق الإنسان على طريق التقدم والتميز تواصل وزارة الداخلية في مملكة البحرين تحقيق إنجازاتها الفريدة والنوعية في مختلف المجالات مجسدة بذلك رسالتها الوطنية النبيلة ودورها الفاعل في تحقيق الأمن والرخاء وبيئة أمنية واجتماعية هانئة للمجتمع البحريني حيث كان من آخر إنجازاتها الدولية منح الجمعية الإصلاحية الأمريكية ACA شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي لبرنامج السجون المفتوحة في مملكة البحرين إذ يعد هذا البرنامج الفريد تجزيدا لأسمى المعاني الإنسانية والاجتماعية التي تحاكي روح المبادئ والقيم السامية التي لطالما أكد عليها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نظرا لما يمثله من ارتقاء وتطور في مجال تطبيق أحكام العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وما حظي به من اهتمام دولي ومنظماتي كبير ولافت إذ تعد تجربة مملكة البحرين في هذا المجال تجربة فريدة تؤكد على التقدم الملحوظ إداريا وأمنيا واجتماعيا للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة العمل على إتاحة الفرص النموذجية للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة للعودة تدريجيا والاندماج في المجتمع هو من أبرز أهداف البرنامج التي حازت على اهتمام الجميع إذ أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة قد نالت شهادة الاعتماد بعد اجتيازها للأسس والمعايير المقررة من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد وهو ما يعكس احترافية الأداء وجودة العمل في البرنامج والالتزام بكل الأسس والمعايير المتبعة عالميا في مجالات التأهيد وإعادة الإدماج في المجتمع بما يكفل حقوق الإنسان